هذا السفر النافيس الذي يعالج علماً جليل القدر عظيم الشرف علم مصطلح الحديث تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي ذي الكتاب يسعى نزل ذن قرآن أخطر إفكير ثم السنين ذي ثالث سنة ذي الشرعيف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها ثم السلام ربي فلاوان إن شاء الله درس بوسيقية الحقيقة إلا وإلا ذي ذي التطبيق بين إنهضر سابقاً ولما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعى يقدشن يقدشن في اللاس ونناد نتسى صلى الله عليه وسلم منع الصحابة ذي البداية بشركة ذي الأحاديث يعني كما صح عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه يعني أيغر العلماء شوذنا ندباش ورخلظنا ريمذان يرى القرآن كذي ذي السنة كذي الأحاديث يمنع الصحابة باش وختفنا رام إفكاغ الإذن عبد الله بن عمر مدينة عمر معنا عمر بن عاص ومنع هذا عبد الله بن عمر معنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وغي صحابة رضي الله عنه يفكيسل إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء يعني بشادي يكثب حتى أبو هريرة وهو أكثر صحابة رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآن ذنتسا إذ يروان أتصل أحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم ذا شو دينا نتسا يناد ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا منني ذي قالوا لشوي دي يروان الأحاديث إذ يحفظنا الأحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم يوكس الصحابة ولذيون سوا بعد إلا ما كان من عبد الله من عبد الله بن عمر وغي إناد يروان ديكثاريو أشو ذن للحجة فإنه كان يكتب ولا أكتب كان يكتب يعني أذن له بالكتابة فقط له والحديث صحيح خرجه الإمام البخاري في صحيحه فجي فجي تمزورو في ذيكس ذا سميك في وثمث النق ذيكس مسألة أخرى مهمة أن الأحاديث كانت تنقل رواية كليون ذا شود يحفظ سن نبي صلى الله عليه وسلم بعدين يرويه لذلك التواتر في المباني قليل أما التواتر المعنوي كثير مثلا الدينيض النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة الحديثة للرواية صطرقة جدفة بهذه الأسلوب بهذه الصغة يعني فظل ثن الجماعة سع أفضل يعني سعلى جر أشثر بنظل وحدس يعني صلاة الفذ صلاة المنفارد أشحال بسبعين وعشرين درجة في الرواية النظم الدينان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين جزء أولاً الإختلاف ذي سين لمر لمر مزور ذي العدد مزور 27 والسين 25 الاختلاف الاختلاف والسين الحديثة مزورين درجة وضي ند جزء في الرواية النظم ودن لا جزء ولا درجة ضيعف سفي الخلاصة أدني لن ثلاثة المصطلحات درجة جزء ضيعف ثلاثة وماذا ديني الدرجة الله ربك نحل درجة خطر ما تشيد للنوت وماذا ديني الدزويت سور وماذا ديني الدرجة وماذا ديني الدرجة وماذا ديني الدرجة ولكن درجة نكون يدني باللساعة الدرجة عليهم والسلام أفضل من صلاة الجامعة من صلاة الفذ تحبيبا لالتزام الجماعة باش يعني إنسل من تسمليلي الذم يحمالا يتعايشون وإلى آخير فالعبادة في عمومها جماعية لانتل عبادات الفردية مردين ربي أقيموا الصلاة خطب للجمع وآتوا الزكاة أكثر تنفع ميزكي والوعد وزكانرة والسينار الفيضة أكني أكني وثا ونفس الشي بنسبة سائل الأمور اخترض كان فقط بعض المقاطع التي تخدم الموضوع الرئيس اللي هو كتاب التبصر وتذكر الحافظ العراقي رحمه الله أمر آخر الرواة الذين خدموا السنة تختلف درجاتهم إما في مجال العدالة كويني العدالة ما كتسد نشرح بدنا نظرف الحديث صحيح نغ من حيث الضبط الضبط سبحان الله كل يون مكار ديفهم ما يفغيون يخدم الميزان للضبط إن دوال إيون إن دكان أول أول جملة مثلا السنة يوثد وفلد كمكان الفلاني يبض كذا وكذا جملة ذخبار زركان أمشار أي وض أمشاثيني وإنك نمت النظ أمشاثي السيوض وإنك نمت السوض أمشار في السيوض في الدو ضا كين وثم سلت السهيلار والسهيلار لذلك خذمن العلماء أغربال سج غربال سروزن وقذ قدش في السنة ذو يعني معايير أو الموازين المعتمدة في مجال الجرح والتعديل إلى آخر ما ذكرنا سابقا ينقسمون باعتبار تفاوت درجاتهم درجة أما في العدالة أم في الضبط خذمنت تسعة أصناف وثي كذلك سنشير إليها في الدروس القادمة من كتاب التبصير والتذكير أما في الضبط أما في الضبط أما في الضبط في كوالك ديسيون الخبار سجيون أتقو أستنظ تسيذت وإذن وإذن نظام أستنظ ماذا ذا ديني أولون الصحيرة؟ أي ذايني قلن ذايني قلن باش كانوا تسيليار الظلم يريم ذنن مخالف درجات مخالف درجات هكا ايض مثل اذنظ لفلاني مين دوال ذوال وايض ويسن ايغر دنظ ويسن خطر صنطن هذا مكان ويننم زيوريث ندواجي ذوال سنطب اللي يشفو مليح يتثبيث مليح أرلو ذا غل أمر نظن هاتي الزرد فلاس تقواذ ربي تعسانه الزرن أولا قيدة والي وعار إلا قاتي دين قلكني قلنا والأمر هكي وقالك يخذ من السنة ذا البشر من الثنية من كونين سعنين سعرين كونين بلا شك ولكن هم بشر يصيبون يخطئون ويحواجوا إلى آخره ذي القديش ذام قراني ذي ذران بعدت سلمين مسألة الوضع في الحديث إلى آخره وسيجد نويم بعض النماذيج من الأحاديث انصحارا ولكنها متداولة في حياة الناس أثنتي دقارني مذانا ذي مسليني الهان ولكن أولا شيثا من الأحاديث من الأحاديث يقرد خدمة الدنيا لا يوجد أن تكون خدمة الدنيا لا يوجد أن تكون يقرز اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لا يوجد أن تكون يقرز ذي الميزان خدمة الدنيا لا يوجد أن تكون يعني كأنك تعيش أبدا ولكن خدمة الدنيا أما كنت تكون معنى تفرصد الطاعات والعبادات أما كنت تكون بالضزكة المعنى هي صحة ولكن ما شيء ذي الحديث سنذكر حوالي سبعمئة حديث بغير الدنيا الساقي ذي حريشن لأن الأحاديث ديوسان ذي القوث ذي القوث في سفا لكي يكون وفي العذاس وفي كذا الليلة أخير هذه السلمية العجب لأن الأحاديث ديوسان مثلا في زيارة المقابر لأن الأحاديث ديوسان في الدعاء لأن الأحاديث ديوسان في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإن هناك ميلة وندي زور وندي زور فقد جفاني ما نحن حتى قد تسوق قوى الزحمة كانت حزناك سوف يتصرى جمال المري وغلغ العمر كما كان هذا يرح ان يظهر الزكال النبي صلى الله عليه وسلم أتاسق لن أساكد خطيرين اكتبن يعني ويضا هند نفذر يعني التبصير والتذكير في علم الحديث إلا قد نوين نماذيج نماذيج للأحاديث التي اشتهرت على أنها أحاديث هناك أحاديث موضوعة هناك أحاديث ضعيفة هناك أحاديث ضعيفة جدا هناك أحاديث لا أصل لها بعدها كون ديني غشو الميزان أشوز العلماء باش ساقي كأنه تمهيد يعني وفي نفس الوقت الدرس بواساقي ساعة لا قافيني عدن فيني ديت دون لذلك اختلف العلماء في مجالي العدالة والضبط تفاوتت درجاتهم مخلفا خذ من تسعة الاصناف أم زوالو روات لن الروات الذين يرون الأحاديث في الدرجة العليا من العدالة والضبط وقيد الصنف ومزوارو احتل هذا الصنف أعلى درجة في الضبط والعدالة ونماذج كثيرة ذكرنا بعضا منهم في اللقاء السابق وقيد الصنف ومزوارو روات يحتل الدرجة العليا من العدالة والضبط عند جميع العلماء أثناء لفلاني الذين يونبوال إلا الصنف الثاني روات في الدرجة العليا من العدالة لا في مرؤتهم خطر المرؤة ذي الميزان ذي الميزان ذي الميزان يثمث هناك خوارم المرؤة يوظن تلا ما غير يتشلقون يرمد ذي فراء ما شادي طفلاء كريمة ذي لحون ذي روح همثورا البداع يتشدط يرقزني شطحن شطحن ثدو كان خاطئ المرؤة سعظة وبطينس سعظة وبطينس إلا باب كامل اسم خوارم المرؤة ذي شوك جرحن ثر كذب برقاز إذن لان روات صنف في الدرجة العليا من العدالة بسم الله ما شاء الله وفي الدرجة الوسط من الضبط الدرجة الوسط من الضبط كنت سمع العليا الدنيا الوسط في هذا من كواس نخدم 100 سنة نخدم 100 سنة لكل وفي الدنيا وفي الدنيا من الضبط وفي الدنيا المصط هذا الدرجة وفي الدنيا وفي الدنيا وفي الدنيا ده الله ينف الحق عند الله ولكن البشر يجتهدون يجتهدون وتراكم تجارب الناس تجارب الحياتية تفرز هذه المعايير رواة في الدرجة العليا من العدالة وفي الدرجة الوسطى من الضبط وذلك الآن العلماء كانت تفاصيل تفضيون أكيني ممزي إشفو مليح مين إيكا والذوال ولكن ما لا يعيون نغماري اللاز آآ ذين نغماري مغور تولم تورتيك والأمغار ما يحكد في مشوهن زي سواسوى إشفايا سنسواسوى ممد يحكو في جديدين آآ وعندما أصبح كثيرا قالوا عن الغرس وعندما أقوم بذلك وعندما أتأكد أن أصبح الأمر ماذا يعني بذلك؟ لأنني أردت أن يكون مقراراً إلى هناك سنويد الكاغذ أردت سرتيفيكا غير طفيف بل بل العقلين مزالتي جد لذلك العلماء في كثير من المناصب هنا الشرط الأول أن يكون عاقلا والعقل يقول درجات حسب الوظائف مغلا حسب الوظائف العقل مش كان ولا قرره ذا مسلوف لا لا إزمري ونستفكد الإدارة معينة مسؤولية ذا مسلوف برابور المسؤولية ليس كذلك ما كان يكون سمحي إزمري في نهر لا يركات وزمري في نهر تركتور وزمري في كاميون أعتقد أن يكون بيرمين طموبيل من طموبيل لم يأتي كاميون لم يأتي الكار دائر مهم في نهر مخلف يبسيون وزمري في نهر وزمري في نهر يبسيون قائد طائرة وزمري في نهر سمحي وزمري في نهر فوجي إنسان يجب في نهر ساعة البرمي يجب في نهر وفعلا وقالت لم يأتي كاميون لماذا لم يأتي لا يصنع الموحدة عمينا قلت يسعى وواحدة عشرين سنة قلت سفرفير قلتني ايغرديني غيرتك ننتبه مسألة الضبط تختلف ذي زيك الغشي يعتمدون على الذاكرة أصف طمغة في تدرث أكد يحكويا كل الناس في تدرث الفلانتكا قلت وشغل الفلانتكا ارتفاع ميلة الفلانتكا بعدين اذروا مقين العرش لتاسيفي لك تداوي يوسى يخوص وهذا أمر قديم ذي زمن في صلى الله عليه السلام عقيل بن أبي طالب عرف بن السابة العرب علي بن أبي طالب اسمه عقيل بن أبي طالب يلقب بن السابة العرب ايغر تصروحون الرغورس أبي طالب ايغرروا ايغرروا الضبط ضبط ضبط صدر وضبط كتاب ايغرروا 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 ولكن ايغرروا يشفوا ايغرروا 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 يظن عنده ضبط الصدر يرفض في الله يبقى يعتمدون على الذاكرة خطرannyين الوسائل ثورة اي مقوان الوسائل الوسائل اللذات ايغرروا وعندما اقول بارتابلاء ايغرروا ايغرروا ايضاعف فيضعف فيضعف يرن العقل سيمي في السخذام وماذا سيمي يجهد وكيد يخلق ربي فينادم أين يخلق ربي سيمي في السخذام سيمي تسكسر ربي الجهد سيمي يسفنيين يحب السيمي يعقو إذن خذ من الوسطى الدنيا العليا الصين في السلاثة رواة في الدرجة العليا من العدالة وفي الدرجة الدنيا من الضبط العدالة قوية الضبط ولاش يلا يوندي ونسي نسمحي كان اسمي فضان الف وتسعمية وخمسة وسبعين وكان الشهودني أد شهد نسا يا حاصراء إذا ما تفضلون أكين تلاستاذا شفيق أريف انتجاري يشفع أما تزمورت أما تنقلت أما تسلمت يشفع وأيض النظام أكيني أور شفيق إلا أمام مالك هذا الضرب في اللاس هذا شو دينا هذه زمان أنه نسيموث سنة 179 الهجرة هذه زمان أنه يهضر دفيق دي لان دي الجامع في هذا المسجد النبوي من أرجو دعوته ولا أقبل شهادته هناك أرجو دعوته ذي المومان يقرب أرسي ذي ربي الخير الضاح وقى الله يبارك يقول حري شيء يقول حري شوائض أن دعي لقى الضبط إلى الشهادة قال ولا أقبل شهادته ثورة عليه القياس يلا يكمل ويأكل لنا لن يأكل رواة في الدرجة العليا من العدالة وفي الدرجة الدنيا من الضبط الله خالف الدرجة هيك ثم شطوح من الضبط الصنفو سرع رواة في الدرجة الوسطى من العدالة وفي الدرجة العليا من الضبط أين العدالة؟ ذو الوسطى ولكن أين يعني الضبط؟ بسم الله وفي الدرجة العليا من الضبط تسالي مستكا تسالي مستكا شادي نظر في جوردان يدين نظر وقيد ذي المات ما شاء الله ذي الجيوغرافي ولاش ذي الستوار ذي المات أنا أخدمك في كذلك إذن ساقي هذا أسنظر الفلانيسنا ذي نهارا ذي لوتوروت لفيراج الله هنا صدو صفي إذن وإن شاء الله يا أخي الكمال لله الكمال لله أنا أخبرنا لأنه على المميد في كان يغربناك أنه ندع عقلي ثانفلاث كما يشبه هذا أخي قم القبيلة ولي عقلي ثانفلاث ذي يجب أن تساميضا لذي يظهر الخصار عقلي ثانفلاث أكل ما شاء أذي لي أذي لي أذي لي تفسق إفكات الجيح لك أنا صندق شيني ذي يرسوقي ثروي يزمر في فاسسك السوق خطر إعقلي ثانفلاث عقلي ثانفلاث نعلم شو ذنان ذي قحريشك إسواسوا إليك وها ربي كلنا ذي عقلي منيس نغالا كون ذي عقلي منيس أهد في كانيون شغلوا سزمير دارا يجب أن يصبح وما هو الزمير دارا وما هو الزمير دارا خطي والأمر يقول أن تتموشوا الخطيب البغدادي يحدث روايات والله صرف هي روايات حقيقية مروية بأسانيدها ولكنها فيها خلاصات طربوية عميقة جدا وكذا المس إلا وحريش وست رواة في الدرجة الوسطى من العدالة وفي الدرجة الدنيا من الضبط لذلك الأحاديث لديه السن سكوية ذاكي ذايني كان رسعون ويزمر عند الله الحاديث ني صحيح ني صحيح ني صحيح ني صحيح ولكن في الدرجة العليا من الضبط أحريش وستمانية رواة في الدرجة الدنيا من العدالة وفي الدرجة الوسطى من الضبط أخيرا في ستسعة رواة في الدرجة الدنيا من العدالة والضبط وبناء على هذا الأسس فغندم بعد الأحاديث الضعيفة والأحاديث الحسن لذاتها لذاته الحسن لذاتها والحسن لغيرها إلى آخر الحديث المنقطع الحديث المقطع الحديث الغريب الحديث المرسل إلى آخره السقين أنفذو بنماذج من هذه الأحاديث ثورة في العبارة ما تدفظ مرحينين فلان ثقة ثقة مرد ثقة معناها الجامعة بين الضبط والعدالة يبويث نس ثورة لان وقد كنت يكتفون في المجال في المجال على سبيل المثال الزيور في شيخ الإمام البخاري الشيخيس وقى من عمالقة السنة اسمس علي ابن المديني وقى سيرد في اللسان إن شاء الله على اللسان في مستقبل الأيام في عديد المسائل هضرت فرسل الإمام الشافعي حتى في كتابه الرسالة ويعتبر أول من صنف في هذا الفن تصنيف علمياً يجمع المسائل الحديثية في الصناعة الحديثية إلى وين يقارن الخطيب البغدادي الخطيب أبو بكر البغدادي يخدم كتب مهمة جداً منها كتاب رائع جداً عنده صلة بالصناعة الحديثية اسمس الكفاية في علم الرواية وقيم الكتب راقية جداً اسمس الكفاية في علم الرواية وثدي خذمن الخطيب أبو بكر البغدادي إلى آخره عنده كتاب آخر اسمس الجامع لأداب الراوي والسامع الكتب كثيرة أكتفي بما ذكر أدنغال ذا شو قسقر ويثني جملنا كل شو غالاقي ذيون العلم اسمس علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل هو علم قديم علم قديم تحدث عنه الصحابة ولكن ليس بهذا الاصطلاح وممن اشتهر بهذا الأمر هو وابن عباس الصحابي الجليل ابن عباس فلسي عفو ربين رضي الله عنه وكذلك في والإمام أنس والصحابي الجليل أنس بن مالك ليس الإمام مالك ابن أنس لا الصحابي أنس بن مالك وابن عباس ممن اشتهر من الصحابة في الاشتغال في هذا المجال التوهين والتوثيق والتضعيف في الروايات في الروايات هذا في عهد الصحابة وبعدين نروح لعهد التابعين أدناف الإمام ابن سيرين ابن سيرين هو من علماء الحديث فضل عن ذلك اشتهر أيضا بتفسير الرؤى يعبر هذه الرؤى وبعدين إلى سعيد من المسيب أو المسيب كلاهما صحيح وكذلك الإمام مالك والإمام الأوزاعي والإمام الليث الليث بن سعد والإمام السوفيان الثوري وهنا ظهر الكثير ممن اشتغل بهذا الفن نشأ بعد ذلك في طبقة أخرى بعد طبقة الإمام مالك والإمام الشعبي والإمام ابن سيرين وغيرهم ظهر ابن المبارك ذي الوقت ظهرت أو تجلت حركة الوضع في الحديث ذي الوقت سمحتي لأنه قد يفغل ذهد الدين سيداخل سأعتمد في اللغة سن سن انت عرفت مليح سخذ من اللغة سن في الوضع في الوضع في الاحاديث بمعنى الديويوال يشبح ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحياني يناد النابي صلى الله عليه وسلم انت سامش ينسي هيدين ينس ذي الوقت ني ما كنف نغيون وسن نس يا فلان يا عبدالله بن مبارك هذه الأحاديث الموضوعة شوالما كسنا أبو هايث العراض هذه الأحاديث الموضوعة ان يستعيش لها الجهاب ذا يعني دفك ربي وري قدش في خدمة السنة ذينا بعد يسنا الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كل ين لازم يعرف الرجال العنني في النهضر أسيلي سلسلة تختلف ثلاث سلسلة الذهبية وذغ ذاق لانت الدرجات إلى آخره إلى ذاق سوفيان بن عيين سوفيان بن عيين إلى وكيع بن الجرح وقاذق يوك يعني من العلماء الذين يهتموا بالجرح والتعديل وكذلك ممن تحدث في هذا المجال الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند الإمام أحمد بن حنبل وكذلك أبداكوليس اللي هو يحيى بن معين يحيى بن معين المهم وبعد ذلك ظهرت كتب كتب إما كتب في الموضوعات كتب في سلسلة الأحاديث الضعيفة يعني كثيرة أذكر أصب المثال كتاب اسمه اسمه الموضوعات للإمام الأصبهاني كتاب هكذا يحمل عنوان الموضوعات إلى كتاب اسمه الميزان الميزان للإمام الذهبي الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلم النبلة اشتهر بهذا الكتاب سير أعلم النبلة للإمام الذهبي يسعى كتاب في علم الجرح والتعديل اسمه الميزان ذي اسمه ذوالس الميزان إلا كتاب ابن حجر العسقلاني اسمه التهذيب واللسان ظهرت كتب كثيرة جدا في هذا المجل تذكرت الحفاظ لابن حبان وغيره ثورة ذي الخاتمة أنا أعرض أدنوي بعض الأحاديث إن شاء الله في حدود ما بقي من الوقت هي أحاديثي انتشرت واشتهرت على ألسلة الناس على أنها أحاديث سنت أنت يمذانا بالذل أحاديثي دينا انفي صلى الله عليه وسلم أولي سنت يا إما أحاديث لا أصل لها أحاديث موضوع أحاديث ضعيف أحاديث ضعيفة جدا أذكرونها أكثر من 700 ولكن نذكر بعضا منها من هاي والحديث طبعا بالانتقاء من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهي حديث مشغور بشاغديين المعنى يسي يلها يعني أوها ربي أنا رفض إغفلاني جنسلمن يلها ونيرفضني إغفلاني بويض ذي لي جرزن يمكن أن يسعر إغفلاني جنسلمن أذكر في ذي غفلان تواشول تغفلان نلحوم نتدرث نلجامع نلعرش الرايجي لها ميوكي الحديثي ومنسلا الدرجين عند جماهير العلماء ضعيف جدا سيكي الدرجين إذن لا يمكن لكي نتفادى مثل هذه الأحاديث سلطة ضعيفة جدا أو الأحاديث الموضوعة أو التي لا أصل لها الأحاديث الضعيفة مسموح بالاستشهاد بها في فضائل الأعمال وممن قال هذا الكلام صاحب المسند الإمام أحمد بن الحرام بل إذا تعلق الأمر بالحلال والحرام تشددنا خطر جزيرة كان الحلال الحرام كان كاس حرم مضى صحر لا مسألة مش سهلة تشددنا في قبول الحديث التي يستشهدوا بها ولكن إذا تعلق الأمر بفضائل الأعمال إن تساهلنا ثورة الحديثة يتنغ ثورة كانا كان إله ولا شورة دين ينذير يتولي سيني قل هان مي أمذابك أولا ما هي دينفذر إله دينو الدرجة ينس دين ضعيف جدا ثانيا ورلقال النج الأحاديث صحان ودنو الأحاديث الضعيف وإن شاء الله بعدين ندوي أحاديث في الموضوع لأن أحاديث صحيحة غير مشهورة أحاديث ضعيفة مشهورة ومنتشرة ضعيف ممن قال الإمام الهيثامي والإمام العراقي الحافظ العراقي صاحب التبصير والتذكير وغيرهم وحتى الإمام الألباني رحم الله والجميع ذكره أيضا في سلسية الأحاديث الضعيفة ضعيفة جدا إلا هذا حديث إياكم وخضراء الدمن حديث المعروفة المرأة الحسنى فيمن بتسو مسكين تكون ظنين تقشيش بإلغي مولاني صلى الله الله ونسى مؤمين بسم الله ما شاء الله هو هذا مشكلة فرميل الإنسان كيف معايير نظم بكاش حرج ولقار بنادم يعني ذي كون ضاني بنادم وحنا عندنا نص قرآن يا رب ما دقار ولا تزير وزيرة وزراء أخرى أمشي نخذ من الجذو ثم نخلص الدريا من الدريا لا وربي سبحانه أما ذي الدلي ثم ذي الأخر ذي الأخر هذه قرآن تسوء يكون حاسب غيون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أنه غلاك بعدين ثم توفى كل نفس ودنا لم كل العرش نغم كل ذرهم نغم كل ثفام ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذلك خطر من الموازين التي اعتمدها العلماء طبعا وهو أكبر ميزان القرآن القرآن هو الميزان الأول يعني لقياس درجة الحديث لمعرفة الحديث خاصة في متنه لأنه الميزان يروح للسند يروح للمتن وقع أيضا الحديث ضعيف جدا هذا النغة من باب الاختيار دائما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أيضا هذا الحديث يذكر كثيرا ميزان دهدر في الهوى إذ غاد التيري هذا الحديث حديث ضعيف أيضا ابن رجب هو من كبار العلماء عنده كتاب اسمه جامع العلوم والحكم ابن عساكر في كتابه اسم السنة وغيرها كتاب إذا رأيتم رأى الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان يلها من وليون يصروا حول الجوامع يلها نحن فرح يصلى الله بسم الله ما شاء الله ولكن فاشهدوا له بالإيمان لا الإيمان يقاس سويا بالمعاملات عمر بالخطاب رضي الله عنه ذجون للموقف ينسى ويت زيورك دي زكين ب clash أود المساجد هذا queведه الناس الناس had a school não expير sababu ihin o ап tin عاملته بالدنار والدرهم إذر من تجارة الشركات حونا إذا كانت تقصينا المعاملات بعد الناس لعلك رأيته راكعا وساجدا الناس بلا الناس اذهب يا هذا فإنك لا تعرفه و الناس يأتني بمن يعرفك فإنه لا يعرفك ذي الموازين تسيقي ذي الموازين هذا أيضا حديث ضعيف إمام الذهبي في كتابه المستدرك ذكره ضعيف أو كان الإمام الألباني في كتابه ضعيف الجامع أبغض الحلال إلى الله الطلاق أيضا يتردد كثيرا أيضا حديث ضعيف أدنرنو ما عشد انتشاء المفاجآت ولكن لازم حديث آخر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا خذم الدنيا فيك أما كنت تمتظر ياكو خذم الأخرتك أما كنت تمتظر ياكو وقيل لا أصل له ورسالك في ظهرانيكو لا أصل له من الأحاديث ضعيف أيضا من تعلم لغة قوم أمين مكرهم وفي رواية أمين شرهم ضعيف جدا وفي رواية أخذ سنة سمثلة بيض اللغة بيض أخاطر ما الصند اللغة من الشرهم عندما يتذكر السن اللغة الخاصة أسكن السن اللغة للإنسان سن يذهب فإنه لا فإذا كنت سن اللغة للإنسان أنا أس means اللغة للإنسان أسكن سببها إذا كنت قالوا ما يتدعم، سن يذهب في السياف أربي إذن ضعيف جدا عندما إحتاج أن أخذني اللغة ميه دنيا كون دنيا سمحته لنت في لقاء اليوم اكتفي بهذا فقط اركز يا خطر حضرات اكثر بسبعمية حديث الوقت وجيس مقارد نوي مجموعة من الاحاديث على الاقل وما نسل الصوات ولك تبدو قحريشا لنت الاحاديثي صحا ممكن نست تغفل عليها ما تذكرها شو تروح الاحاديث الضعيفة او ضعيفة جدا والتي لا اصلها من تعلم لغة قوم من امنا مكرهم وللصحارة ضعيف جدا حديث الاخر علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل نعم نقدر لنت المفاجآت ضعيف جدا يلها تقول لها السباحة تقول لها الرماية ركوب الخيل تقول لها ليس الحديث إلى الحديث النظر من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين حيني كسر كانت غير القرآن 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 ورسو ثل غير ربي ولو ورسو ثل غير دعوة الخير ورسو ثل غير ربي في كد شفاء ولا في كد لهواء ولا في كد لهنا حيني كنه القرآن كانت غير القرآن وحز الدليل هو الحديث شي قر من شغله القرآن إن شغل بالقرآن ألمي ورساعده كل وقت ذلك الدعوة الخير أعطيته أفضل ما أعطي السائلين بعض المخصصين صفين كيني أظهر كان القرآن أيضا حديث ضعيف جدا حديث آخر دوروا مع القرآن حيث دار عند إظهار القرآن خاطئ أيضا هذه أحاديث ضعيفة 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 جدا هذا النوع أحاديث بالاختيار لأنه قد يعني أرجع أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي أيضا أطلب العلم القرآن هذه القرآن سيدوح لما لماذا ذكر أولا ذي الدوح زمات في السنة أثبت الله أثبت الله أثبت الله إلا حديث ناظ النظافة من الإيمام إلا تزديث لها يوجد ليس الحديث ليس الحديث أرنويس الدين المعاملة أيضا هو قول الدين النصيحة حديث صحيح قلنا لمن يا رسول الله إلى آخر الحديث الدين النصيحة حديث صحيح ولكن الدين المعاملة ليس حديث أطاس مثل حديث ديوسان في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أطاس من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني لأنه وقا ذي يحج يخي عليكم الحج ذي مكا ظروف السمحنت ذي روح المدينة ذي نقلو زكا في صلى الله عليه وسلم هذه ذي كفو كان الحجي هذه غالر ثم مورثي أسين الشينين تصوم يخسر النية تصوم يسلوغ النية السب سي الحديث حديث ليس ضعيف موضوع يعني ورسالك وزارك حديث موضوع من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني لأن هذه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين حديث ورسالك 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 من زار قبري وجبت له شفاعتي ذيهن ون رح في ديزور فقد جفاني إلا قس دير نسي حاج نظل هذا حديث موضوع ون ديزور وجبت له شفاعتي اسم العلماء سقر لأن هل يمكن أن تعلق الشفاع عن النبي صلى الله عليه السلم الصادق المصدوق الآمين الذي يحب أمته ويرجو لها الخير جس بالزيارة حيث في مشكلة تختزل الزيارة الشفاع في الزيارة من زار قبري وجبت يعني وجبت معنا هنا كين واسين اتفاض بشبه ننبي صلى الله عليه وسلم وحين كزور نبي صلى الله عليه وسلم طبعا إلا حديثي كثيرة إدين لكي نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا صلى الله مذن كمش ما يصون زور لا أبدا فإن شاء الله هوريح المربي يكون المؤمن المؤمنات من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذن وقي حديث موضوع إلا ذغ حديث نظم من حج موضوع فزار قبري بعد موتي طبعا النبي صلى الله يموت إنه كان كمن زار ني في حياتي أنك كمث تزور قبل ذي مث صلى الله عليه وسلم وذك شيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحم عنده مقال أيضا في الأحاديث ذي ذي المقدمة كان مزال دايما في نفس السياق من زار ني بالمدينة ذي كثير ني دي المدينة إيف دي المدينة ني دي النبي صلى الله سلم دي المدينة بش تفاقض يعني تسريح ذريح باللي هو شهدين من زار ني بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة ذي شفيعي سير ندي شاذي دي شاذ له صلى الله عليه وسلم إلى الحديث النظام من زار ني متعمدا بعم كان في جوار يوم القيامة أدرنا ومن مات في أحد الحرمين المدينة بعثه الله يوم القيامة من الآمينين لا الأمينون هم المؤمنون المستحقون لذلك الساقية لن مدينة حج درا المثاب دين لن تنظر الظهر روح أغاد المثاغ هو غلط روح أغاد المثاغ شغل شغل ستان بروجي مش غلط روح أغاد المثاغ ذينا ثورة ما يلا سنية نظن خطر النية مهمة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريئين ما نوا اسمح فيي ذي نطليون ذي الباقي ذي نطلينا لنت لا أحدث ذي نظر ذرن خطر ذركن شغل جمذانين يتزوروني مكانك شغل يتزوروني شغل يتساكن دعوة الخير قبلنا نظر ذي نظر ذي نظر يتمر نظر ذرين لنظر أتبذيوني مثباسة فين طلزات وخام أكين باش مدفق صباح صباح الخير أببا أثتواليغ أزكيس وكاذا تمكثيغ أببا يا ولدي أوثة ذي نظل عندما يتزوروني مكانك خطر ما ينظر ذي نظر ذي نظر ذلك يربح ذي نظر أدى سنويض أتزرني مولانا نسن وأسنفك دعوة الخير أذي رحمة ربية كوين نظر ذي نظر ذي نظر ذي نظر ذي نظر ذي نظر ذي نظر ما أصدري بل كان لك شيني يعني ذي نظر صباح ذي نظر ذي نظر بعد ذلك يدخل المقابر ان شاء الله الحمد لله حين أشتاءت إذن أتزار مقفرة مقفرة لأن الأمة وإذا كانت ضيق الوقت دائين وفي غارة كمالغيثة ربما يشتع صافي ذغل حديثة كي ضعيف ذغل أسماء الله الحسنى أطاسي درنان أطاسي نتمساء على كل حال أهث الوقت يعني يلحى وكاذي شماضي موضوع ذغل أسماء الحسنى أطاس فبالتالي اكتفي بهذا الأمر إن شاء الله في اللقاءة القادمة سنذكره نوزع هذه الأحاديث التي لا أصلها أو الضائفة أو التي اشتهرت عند الناس لن نذكرها ونذكر السبب هل ترى في السند أو في المتن أو في السند أو في المتن وما هو البديل وما هو البديل يعني ولكن علما بأنه مما ناقشه العلماء ومنهم الإمام أحمد بن محمد بل رحمه الله صاحب المسند إناد الأحاديث الضائفة إذا تعلق الأمر بالحلال والحرام تشددنا هذه استخدامة ما غير بلا ألقاق وإذا تعلق الأمر بأمهات الفضائل تساهلنا يعني يمكن العمل بالأحاديث الضائفة ولكن ابن حجل أسقين ذكر شروطاً للعمل بالحاديث الضائف أشرنا إليها سابقاً وسنعود إليها لاحقاً جاءوا نثالويث أرثيم للإليث سنا مر بفلاون ترجمة نانسي قنقر